الأهل يفوز على المقاولين العرب أربعة ثلاثة فراخلات الترجيح واصل إلى الدور قبل النهائي ويقابل سموحة إن شاء الله كابتن مار أمام ألف مبروك بالضبط مبروك أيمان طبعا مبروك لجانب ندل أهلي مجلس دارة اللاعبين جاز الفني زي ما قلنا يعني الراحة ما خدمتش ندل أهلي صراحة يعني 25 يوم ما خدمتش ندل أهلي النهاردة شفنا الأداء الفني يعني على فترات يمكن الشيط الأولاني كنا ممكن نخلص بالفرص اللي ضاعت عندنا يمكن حوالي 6 فرص لو واحدة منهم جات كانت الأمور تفرق بشكل جبير لكن طبعا الشيط التاني الهدف اللي سجله كريم فؤاد الباصل بين اللي عملهوله فاخري وضرب بين المدفعين وإحنا قلنا مدفعين المؤولين العرب من بداية المباراة واضحة وإن هم بيقفوا عندهم أخطاء في التمرجز الدفاعي بشكل جبير جدا أفشى مرة لعب كورة في الشيط الأولاني اللي شادي كمان قررها فاخري في الشيط التاني الهدف اللي جيه طبعا كريم في الزاو دايقة شاتها بشكل في قوة بس من أهم الفترات يا كابتن خصوصا بعد ما بيجيب الهدف الفترة اللي هما الخمس أو العشر دا اللي بعد الهدف مباشر برافو عليك أيمن والتماني بمتعلمات المدرب بالذات بعد ما بيجيب جول ازاي نظم الجانب الدفاعي لمدة 3-4 دقايق دي تعليمات مستر كولر مفروض من الإضارة الفنية ليه اللي لعبين ليه لأن دوافع الفرقة التانية بتبقى عايزة تعوض فما فيه شيء من الحماس بالنسبة للمالين وده اللي حصل المالين قدر يرجع للهدف التحادل بسرعة يمكن حوالي 5 دقايق بعد نحن أحرصنا الهدف الأولاني قدر المالين يرجع بالمباراة في الهدف التاني يمكن تسجل في ديها 76 لكن عايزة أقول أنه إحنا فيه محاولات في الشرط التاني على المرمى لكن مع الأسف يمكن ما أسمرتش بأهداف وكان فرصنا قليلة قوي غير الشرط الأولاني طبعا الاكسر طايم الشرط التالت والرابع يعني فيه استحواز أوف نص الملعب ومحاولات بالنسبة للعابة الناد الأهلي لكن طبعا ضربات الترجيحية اللي رجحت كافة لعابة الناد الأهلي ودي من ضمن الحاجات أقامنا رجل نشتغل عليها رجل عما سيناريو للمباراة منها زي ما قلنا التشكيلة بعض التغيرات اللي حصلت الشرط التاني قدر يرجع من ضمن الحاجات قدر يرجع للسواب أو بعض الأماكن اللي كان فيها سبات في التشكيل سوابت آه آه بعد كده طبعا هو رجل نشتغل على الأكسرطايم ونشتغل على ضربات الترجيح حتى اللعيبة آه في التدريبات آخر محطة في التدريبات الوحدة التدريبية رجل نشتغل على ضربات الجزاء وده من ضمن الحاجات اللي المدرب يعني بيحطها في الحزبان وارد أنه يحصل المباراة توصل للأكسرطايم وبعدين ضربات الترجيح هو ده اللي حصل فعلا في المباراة لكن طبعا تركيز لعبتنا في ضربات الجزاء كان واضح قوي أن احنا عندنا مهارة وعندنا تركيز وعندنا تدريبات بالزرط وطبع خبرت الشيناوي فرقت بشكل بير جدا في الهدفين اللي صدوهم عشان نقول مبروك لنادي الأهلي وزا ما أنت قلت أيمن صعودنا للدور قبل النهاية قبل النهاية قبل سموحا إن شاء الله إذن الله ربنا كابتن شريف قال لكم مبروك توقعت مباراة المباراة صعبة فعلا كانت مباراة صعبة مبروك إن إحنا كسبنا أنت بتلاعي فرقة من أكوى الفرقة في الكاس فرقة مولين فرقة منظمة جدا مزعيلة محترمة جدا ومدرد عارف إزاي يلعبوا ده من نادي الأهلي هو ده الكاس صارة دايما بتبقى في الكاس وممكن تخرج عادي جدا من الكاس بضربة حظ زي اللي إحنا كنا بنتفرج عليها دلوقتي دي مش هنقدر نقول النهاردة غير زي ما مار قال يعني لعبة راجعة من راحة ودخلها في السباك اللي هو النوكاوت اللي كده تلعمتش لازم تكسب فيه الراحة دي تأثرنا بيها سلبية كابتن بيها سلبية يعني بقى لك كتير حساسية المباريات الرسمية يعني مش موجودة فدخولة كورياب بعد اللعبين برضو ومنطوبة بتلعب زي أكرم ومحمد عبد المنعم وفي اضطر الرجل انه هو يعمل تدخلات ويعمل ناس تخش في الملعب مش في مركزة غيابات مثلا زي ناحي الشمال الباكليفت الرجل قدى اللي عليه كله محمد أشرف إنما برضو بيبقى فيه تايم بيبقى فيه وقت لبعض اللعبين اللي انت تقدر تعتمل عليه ومعتمات كل الفرقة كلها لما تشوفها تحس إنه هو عمل توازن يعني كنا احنا عايزين الشكل الأمثل نبتدي به كلنا اللي هو 4, 2, 3, 1 الشكل الطبيعي بتاعك والناس كلها كانت نفسها إنه يكون موجود من الأول ونزول عمل محطة ارتكاس كويسة جدا على فكرة إنه كان مفتوح والجين مفتوح كل كونتر قتاج بيحصل من أي فرقة في التاني وبتحصل خطورة على ناحية تانية فأنا ببارك للنادي الآلي النهاردة واللي عايز أضيفه بس زي ما انتوا قلتوا بعد الهدف على طول كان فيه كرة لشادي حسين عملها له قفشة قبل ما يخرج دي لو أعملها أعرف يستقبلها وعملها من فوق جول كانت المباراة انتهت المباراة خرصت خلاص في الشكل الطبيعي بالنسبة لها إنما مجهود كبير جدا من اللعيبة بعد الأجازة دي وربنا تكسب النادي الأهلي وهارد لك لفرس مولين عرب وهارد لك شوقي عندك فرقة كويسة إن شاء الله في بقيت مبارياتك وفي الدول العام يكون ليك وضع وشكل أحسن ونتمنى اللي جاي إن شاء الله دم سبوحي يبقى خلاص يعني إذن الله إن شاء الله ونشوف حاجة نخلص من الأول بدر بدر في أول عشرين دقيقة بإذن الله رب العجي كتنا سامة ألف مبروك توقع تفوز الأهلي حتى لما وصلنا ركلات الترجيح آه بس طبعا رجال لما تقصر ركلات الترجيح بتبقى النسبة وقعبة من خمسين لخمسين طبعا لكن مبروك للنادي الأهلي مبروك لجماهيرنا مبروك لكل من ينتمن للنادي الأهلي مكسب مهم جي في ظروف صعبة لكن المهم من المكسب أنا شايف إنه فيه 3-4 نقاط هو لوصلونا لمرحلة دي أولا فترة الراحة الطويلة برضو مخليها الأداء مش أحسن حاجة فترة الراحة أسرت بالسلب على لجماهيرنا آه الأداء مش أحسن حاجة يعني لما بيخش في رتم المباراة الرسمية غير إقاع المباراة الرسمية مختلف دي نقطة الحاجة التانية أنا شايف إنه كان فيه لعبة في التشكيل شوية من بداية اللقاء ممكن يكون مستر كولر شايف إنه يلعب ناس بيشوفها أو مرايح ناس أساسيين بره وجهة نظر ماشي كل ده يحترم هو اللي أضرى به ولكن أنا أعتقد نحن ضيعنا وقت كتير شوية كان ممكن في البداية تبقى أفضل من كده سواء في المركز الجناح سواء في وسط الملعب بالنسبة لديانج سواء في مركز الجناح بالنسبة لبرستاو لعبدالقادر أي حد من اللعب في الأطراف حسين الشاحات على حساب حسام أو شادي يعني كان يكتفي بواحد دي وجهة نظر الشخصية ديانج كان سهل جدا والدليل أنه لعب من بداية الشوت التاني وأدى يعني ما كانش فيه حاجة لا إصابة ولا حاجة الرجل أدى كميات جاري كبيرة جدا وكافح في النص ساعة في الشوت اللي هو اللعب التالت التاني وثم التالت والرابع يعني كان يقدر يلعب من بداية اللقاء ده سبب تاني والسبب التالت عدم استغلال الفرص بالذات في الشوت الأول الشوت الأولاني جالنا أكتر من فرصة كان سهل يتخلص الماتش لكن لما جبت جون ثم المالينة عادل ما قولين خد يعني دفع الجديد لي بقى متحمسين جدا بقيت وصولك للمرة ما بقاش بسهولة ابتدت تعمل التشكيلات اللي هي أقرب للشكل الرئيسي محاولات كان في بعض المحاولات ولكن قلت لأن المالين استقسد أكتر موين بزرط آه استقسد أكتر وعايز يوصل لضربات الجزاء وفعلا وصل لضربات الجزاء فأنا شايف هم الثلاث أسباب دول اللي ممكن يكونوا أساروا أن النادي الآله ما كسبش في وقت المباراة لكن دوارد اللي هي زي ما قلت لك الراحة وما لعبناش بالتشكيل الأمثل من البداية وعدم استغلال الفرص لكن دوارد في الكرة وبيحصل المهم أن الحمد لله اللي هي بقى أجادت في ضربات الجزاء والشناوي صد الكرة الأخيرة طبعا وقبلها كرة فاروق طلعت فوق العرضة فالنادي الأهل مبروك لي المكسب أي أن كان شكله هو جيز زي لكن المهم أنت كسبتي في النهاية ووصلت للدور قبل النهائي وإن شاء الله تركز لأن دي بطولة مهمة جدا صحيح الدور العام هو البطولة الأهم ولكن كاس مصر مهم جدا أنت في مباراة توصل النهاية وتاخد بطولة فأرجو أن اللعبة إن شاء الله تهتم قوي وتركز في مباراة سبوحك جاية إذن الله إن شاء الله كابتن عادل الألف مبروك فوز مهم جدا في الظل وجود غيابات كتير يعني إحنا برضو محبناش نتكلم على كده في الأول لكن إحنا كان عندنا تقريبا نص فرقة مش موجودة وكلهم أساسيين لو كلمنا على أكرم لو كلمنا على معلول لو كلمنا على حمدي فتحي محمد عبد المنعم محمود متولي غيابات مؤسرة كابتن كلمتك أول المطش قلت لك الأجانب دايما المدربين الأجانب بياخدوا مباريات الكاس بهدوء شوية لمؤهداف أخرى الحمد لله النهاردة كسبنا ومبروك ودي أهم نقطة الكاس ده مباريات الكاس من أخطر المباريات بتبع الفرق الكبيرة مصبوط مش على الصغيرة مصبوط ده فرق ده الكؤوس للفرق الصغيرة مع احترام المقولين العرب بس أنا بتكلم على أني دائما المفاجآت بتيجي من الفرق الصغيرة للفرق الكبيرة ودايما الفرق الكبير الفرق الكبير أكيد عشان بيريح لعبين ولازم يستغل الفرصة لأنه بيلعب على حاجات كتير أو بطولات كتير فلازم بيبقى فيه فجوة كده ما بين المباراة الدوري ومباراة الكاس فالحمد لله إن احنا تخطينا الأمر وبنلعب على قبل النهاية عشان دي بطولة كبيرة يعني بطولة الناد الأهلي دائما لو بيلعب على أي بطولة حتى لو بطولة تنشطية لازم ياخدها ولازم يشتغل عليها جامد قوي مبروك النهاردة في حاجة مهمة عايز أقول عليها إنه أنت النهاردة عملت مارسون كورة شوية ممكن يكون هتفيدك شوية في الحتة البدنية يعني بعد الأجازة ممكن تفيدك في الحتة البدنية جهده عالي تفيدك ولكن المهم إن أنت ما حسمتش جوه المباراة المكسب ده العوامل كتير يعني احنا اتكلمنا فيها أنت معكبات معكبات أن فترة الراحة الطويلة أصرت بالسلب عليك نادي الأهلي لا يشوف أنا دائما أصلحنا فرقتين باللعب بعد نفس الظروف هم هم أخدوا أجازة وأنا أخدت أجازة لا إحنا بنتكلم على المستوى الوصل فيه النادي الأهلي في فترة ما قبل الإقابة لا النادي الأهلي عنده منتخبات عنده منتخب بيروح وبيروح يلعب في المكان وبعدين بيرجع وبعدين ما فيش الاتصال الكامل باللعبين لا هو دائما الفرقة الكبيرة بتتأثر بالراحات ولكن أنت بتستغل الراحات لأنك أنت عندك معمع قدام عندك شغل كتير قوي قدام عندك مبارات كتير قوي قدام فأو يعني خلينا نتكلم على أن أحيانا الراحة بتبقى إيجابية لبعض اللعيبة وبتبقى سلبية لبعض اللعيبة بس إزاي المدرب يعرف يستغلها يقرب المسافات ما بين اللعبين أو النحة البدنية ما بين اللعبين يمكن من أكبر مشاكلك السنتين اللي فاتوا الفجوة اللي ما بين الأساسة والأحيان أنا شايف أن في نجاح في حتة قريب من المستويات البدنية على الأقل أنا شايف أن أنت واقف على حيلك بدني خفيف جدا قبل الأجازة لكن الأجازة لما رجعت خفية الحركة يعني عايزة أقول لك مش موجودة شوية يعني اتأثرت أنت بالأجازة شوية لأن خدت راحات وبعدين أنت بتشتغل يعني عايزة أقول لك من غير مباراة ودية تعرفها كبتن أيمن أحيانا الفرق الكبيرة بتبقى مظلومة في المباراة الودية بالذات النادي الأهلي يعني النادي الأهلي ما يقدرش يعمل مباراة ودية كتير النادي الأهلي لو عمل مباراة ودية على ملعبه هنتكلم على أنه لازم ياخد موافقات ولازم 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 وحاجات كتير قوي عكس الأندل أخرى أنك ممكن تعمل كل يوم مباراة دية حدش هيقول لك حاجة فهيئة دي الحاجة التانية المهمة اللعيبة اللي بتجي لك بتعمل معاك مباراة دية بتاخد الأمر جد جدا مع النادي الأهلي عكس لما بيروح يلعبوا مع بعض مباراة نشطية أحياناً انت بتجيب فرقة وتقول لها احنا عايزين نعمل هدفين أنا وانت انت هدف وانا هدف هنشتغل في ايه وهنشتغل في ايه وانت تلعبين ازاي وانا لعبك بنعاوم بعض في المباراة الحبية انت مباراة الحبية انت مباراة دية مش مع النادي الأهل وبعدين لو النادي الأهل اتغلب في المباراة الودية ممكن الناس تتكلم عليه فأنت في حاجات كتير قوي ولكن في آخر الأمر مبروك المكسب النهاردة مبروك تخطينا الدور وده الحاجة المهمة جدا بكر ان شاء الله يركزوا بقى في اللي جاي علشان انت هتلعب سموحة مباراة دوري بقى لا أنا فاهم انت لا نركز في البطولة دي انك تاخدها انت هتركز على سموحة ازاي هتوصل اول ما توصل عند سموحة وانت بتلعب مباراة الدوري ما فيش بقى حاجة اسمان مباراة كاس في مباراة كاملة ما بقى الدوري خلاص لانك انت لازم تلعب باقوى اسلحتك عشان تخلص المباراة بدري عشان ما تروحش الدربات الحظ والمعاناة اللي احنا عادنا فيها انا ما كنتش محتاج ان انا اتشاد مش انا كادري يعني الجمهور وكاللعبين نفسهم انهم يتشادوا فبضربات الترجح كنت اتمنى انهم يخلصوا بدري ولكن في الآخر مبروك للعيبة مبروك لمجلس الدراء مبروك لكل النادي حاجة جميل على رأسهم بقى اللاعب ركم واحد هو جمهور الجمهور الجمهور النادي الاهل يجي ما يجيش هو قاعد بس كاس عالم انا اقول لك حاجة في كاس عالم المفروض الناس تتفرج على كاس العالم انا انا اعرف ان كل صحابي وكل جمهور النادي الناس كلها تتفرج بيتفرجوا على مكشي الاهدي وبيكلمونا نا طبق طيب نروح لفاصل نرجع بعد الفاصل ان نكمل كلامنا معا جمنا الكبار انتظرو مرحب بكم انا تاني عزيزي المشدين كابتن مهر يعني كان حاجة ملفتة لمنظر ان خط الظهر بالكامل مش متواجد يعني انت بدأت النهاردة من غير اكرم وحمدي ومتولي ومنعم ومعلول بتتكلم على خط الظهر بالكامل فوضع طبيعي ان يحصل خلل في الامور اللورة طبعا يحصل خلل في الشق الدفاع بالضبط عايز اقول لحكا يا جاء عايما النهاردة حصلت تغيرات طبعا بشكل جدد وجود محمد هاني في قلب الدفاع كريم في البقريت بيلعب في البقريت لكن ممكن كمحمد هاني يبقى موجود في البقريت كريم ممكن نستغله في حيطة الجناح زي ما نهى به محمد أشرف النهاردة علي معلول مش موجود محمد عبد الملعب مش موجود متولي مش موجود يعني مشكلة خط الظهر انك انت بتحتاج ثبات لهذا الخط زي ثبات التشكيل عامة بالنسبة لحص المرمى وخط الظهر نص الملعب وحطة القدمانية وهي دي يعني سمة من ضمن السمات المدربين الأجانب علموهنا ان ثبات التشكيل بتفرج كتير جدا ليه بقى ثبات التشكيل بيدله بيدله السقة بيدله الطمأنينة بيدله التجانس بيدله الأداء المهاري الأداء الخططي حلاوة اللعب المكسب فكل دي جوانب بترجع بسبب سببات التشكيل خط الظهر بيتأثر طبعا بشكل كبير جدا النهاردة بعد العناصر اللي احنا ذكرناها مش موجودة لكن ما بنقاللش من كمة الولادنا اللي موجودين بالحكس النهاردة أدو بقده جيد لكن في حاجات صغرة حصلت أو عايزة أقول نقطة مهمة جدا في الهدف اللي جن جي فينا يعني قرى لما راحت ناحية الجنب ورايح ياسر إبراهيم يضغط مسافة بعيدة قوي بينه بين الراجل مفروضه أنه رايح لازم أديق عليه عشان إيه بديش فرصة أنه يقدر يلعبها ويدخلها في المنطقة المؤسرة المنطقة الخطر بالنسبة لنا قادر أطلحه كورن قادر أخبطه فيه قادر يعني أطلحه قاوة بلك كابتن عايزة أسألك سؤال بسهدك طبعا من أحسن من شغل هذا المركز في تاريخ كورت القدم في مصر هل لما بتبقى غايب بقى لك فترة أو ما بتلعبش أساسي بقى لك فترة بيأثر على مستوىك لما بتلعب بعدين على طول أكيد طبعا بيأثر أيمن طول ما أنت رجلك موجودة في الملعب بتديلك يعني التضرب من ناحية البدنية من ناحية المستوى الثقة الثقة الثاني حال كمان لما الرجل بدأ بعبد المنعم وبدأ بمتولي كان فيه رؤية بالنسبة له كمان لمتولي بالذات وليه فاجئنا بيها لأن المكان ده كان بيبقى بين عبد المنعم وبين ياسر وبين أيمان أشرف متولي كان على استحياء مرة وأحيانا نروني مرة نص الملعب فلما بدأ كده إدانا إدانا ثقة أن الرجل زي ما قال أنه عايز يلعب كورة بتتبني من من تحت يبقى أنا عندي عناصر من تحت بتبني كورة بتطلع لي الهجمة صح فكان متولي أنجح واحد موجود في الفترة طبعا ربنا يشفيه متولي الإصابة يمكن كمان من ضمن الحاجات اللي احنا مش موقوتين فيها إن احنا تعاولنا في فترة الراحة متولي وتعور حمد فاتحي منع وتعور منع وتعور ياس لا أيمان أشرف فبقى الرباعي اللي موجود في هذا المكان مش موجودين وكمان رامي رامي بلده كان عنده إجهاد في العضلة الخلفية لكن النهاردة أنا لما اطمنت الرامي يقدر يلعب أنا كان في الرأي يعني قدي رامي مع ياسر ويبقى محمد هاني في حيطة البكرة أصدق من البداية بالضبط من البداية يعني كانت الأمور ستبقى بالنسبة لنا وكريم في التلتل قدام بالضبط فيها طمأنينة أكتر من كده لكن طبعا في الأول وآخر بتبرؤية المدير الفني هو حق احنا بنتكلم على خطوط عريضة ويأمرونا تكتيكية لكن أنا قد أفضل الخبرة كمان مطلوبة جدا يا أيمن ثم أنا عندي خبرة موجودة في الفرقة لازم أتسع بيها الخبرة بتعملي فارق بصراحة بتديني ثقة وزي ما قلنا كده لما أنت عندك خبرة في الشناوي في حالة المرة بتديلك ثقة كبيرة جدا عندك في خط الظهر الرامي بيديلك ثقة كبيرة جدا عندك حمد فتحي والسلية في نصف ملعب بيديك ثقة كبيرة جدا في خط الهجوم نفس الكلام لما بيبقى في لعبة عندها خبرات بتفرق كتير جدا في حتة قيادة الفريق داخل الملعب من ناحية التعليمات من ناحية الثقة من ناحية تغيير طريقة اللعب كمان لما الرجل بيطلب بيطلب من كابتن الفرقة أو الخبرة اللي موجودة إن احنا هنغير طريقة اللعبة من خلال الجيم من بعض الواجبات الفنية اللي الرجل بيلجأ لها يعني ممكن يبدأ 4-2-3-1 وبعد كده ممكن يغير من خلال اللعب لطريقة 4-3-3 محتاجة عناصر بقى عندها خبرات تقدر المرونة التكتيكية دي تقدر تنفذها محتاجة عناصر كمان تقدر تشتغل وعندها وجبات أو هذا المركز يعني مثلا أنا دلوقتي مثلا بلعب واحد ناحية الشمال بس هو مميز ناحية اليمين يعني موادي برضو خلي بالك يا أدفن بتأثر على طبعا طبعا صعبة آه يعني صعبة جدا وبعد كده المتيد تغير بتاخد وقت وعبل ما تجيب الرجل الجديد يلعب في مكان ده برضو ما بتبقاش في صالح الفئر بالزبط يعني أنا أنا بفضل بفضل وحتى الأجانب يعلمونه كده سببات التشكيل يعني الباكرايت باكرايت ما يوضوش باكليفت ليه اللي هي الهنات الهجمة مزبوط لكن في مكانه بيقدر يطلع ازاي بسا كريم بيقدر يطلع من لكم صوت عرضية مؤسرة محمد هاني نفس الكلام وخبالك أكرم كان نفس الكلام عليه معلول لما موجود محمد أشرف لما موجود وبعدين خبالك كمان يعني السببات اللعب في المكان بتاعه من ضمن الحاجات اللي بيحصل فيها تجانس بينه وبنخط له قدامه لازم يبقى كمان هو حفظه حطاله فين هداره في رجله ولا حطاله في مساحة ولا هخش الجوه وهو يطلع لبرة كل الحاجات دي بتتعمل في التمرين فعشان كده بيقولك سببات التشكيل بالنسبة لل ثلاث خطوط مهمة جدا جدا اللي عامة بتحفظ بعض فعلي معلول الدولاتي بيعملها وهو ماشي بالظبط لحفظ وموجود وبعدين علي معلول مع أي حد جناحه أدامه بيقدر يلعبه عشان عبدالقادر مهاري وهو بيلعب أدامه واحد ضد واحد بيقدر يفوت عنده مهارة بالظبط بيحتاج خلق مساحة بيحطونه خلق مساحة عنده سرعات يقدر يختارك من خلالها فالنهار ده طبعا بعد التغيرات اللي حصلت يمكن في خط الضهر يمكن أثرت بشكل جدا على هدف اللي دخل فينا صحيح طيب كابتن شريف قولي من الحاجات اللي برضو عايزة تكلمك عليها وكلنا استغربنا بين الشوتين لما حاصر تغيير الديانج بعمر السولية وياريت الاعداد عندنا يطمننا على عمر السولية هل عمر السولية في حاجة ولا ده كان تغيير عادي في جوا الملعب ودي كانت رؤية جهاز فني كان واخد انظار كمان في أول وفتايم بس دي مش قوي اللي كان بيلعب على دي مستر مسماني يعني مستر مسماني هو اللي كان بيلعب من الحتة دي هو شكله كان بيلعب على الشكل البدني فلاحظ في الخمسة واربعين دي ان فخري واقف على حيله وبيعمل الشكل الانتقالي اللي هو من نص الملعب للحتة اللي هي ناحية اليمين دي وعمل كم كورة الحقيقة منه مجول اللي دخل يعني فكان فخري عمل توازن بين حالة دفاعية والشكل الامدادات مع أفشة فهو شاف ان هو اخد انظار وعايز يلعب ديون انا هنا يقعد معاك في الهفتايم قلتلك ايه انا قدر اطلع محمد أشرف ايه وانزل حد في نص الملعب واعمل شكل أقوى لان الكرة التانية ما بقيتش بتاعتي على طول الكرة التانية تبتتأني ليه سلية لان الكرة التانية امار بقت هم تتدعم منهم الكرة تبقى بتاعتنا احنا تتدعم تبقى بتاعتهم مفيش ارتكاز كويس يمكن ديونج لما نزل عمل الحالة دي هتجولة كابتن هتشح هتلاقي 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 البداية من هنا كابتن اه تفضل هتتنقل الكرة ايوه وهتروح لكريم فؤيت كويس نكامل وصوافة نادي الماولين ووافة لعيب النادي الناس اللي فاضية هو نقع الرجل اللي فاضي وعلى جنبه حدي ايه ده فخري فخري موه وبرؤية كويس او يطلع كريم على جلول شوف ادي كريم ادي فخري بيعمل ايه بيعمل النهاردة شكل في بلاي ميكر في ديفندر في نقل الحركة في كل حاجة كويس فهو ككوتش انا ككوتش انا مع المضمون في نفس الوقت كمان اه سولية انتوا لسا كلنا قلنا الرجوع من الراحة اه جي على حساب اللعيبة اه في الحالة البدنية بعتقدن سولية النهاردة كويس اول 45 دقيقة اللي لعبهم لعبهم في تنظيم خدت بالك نعم ما كانش فيه الايفكت اللي هو ناحية الجول اللي هو كان مفروض بالعكس السويتش يبقى فخري هو ديفندر وسولية هو اللي بيطلع لقدامه بيعمل امداداته هو اللي بيلعب بمرأة 8 كويس هو 8 على 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 الخط الـ 18 يعني انت شايف ان ده تغيير منطقة انا شايف تغيير منطقة دي كان على حساب سولية او على حساب اي حد فهو بشكل مدرب شايف حالة بدنية مش اكتر اي اكتر من حالة الفنية اي فهم هو عايز في المنطقة دي حالة بدنية اقوى واسرع على حسب بقى روييته هو ايه عايز يطلع حد ديفندر من النص انا قلتلك ما هو ممكن يطلع يطلع كريم فؤاد قدامه يجيب محمد هاني يمين ويطلع ياسر ابراهيم فاكر انا مش قلتلك الكلام ده او يطلع دي واحدة من ضمن الهجامات اللي انتو برضو طلبتوها وجود حسام حسن في النيحة الشمال كابلو سيما انت اللي طلبت الحالة اه لا يعني ما احنا اتكلم احنا اتكلمنا في النقطة دي دي اللي ضيحها نجيبها مرة تانية برضو نجيبها مرة تانية ممكن نجيبها من البداية بعد اذنك اهو رؤيا ماشي الكرة دي دي بداية الضغطة كان اه احنا قلنا انه انه هو الراجل اه مفرغ حسام حسن اللي اضطر في الشمال ويخش للعمق اي طاهر دخل في الكرة دي للعمق وقفش هو اللي خدع الجنب اه بعد كده لما رجعت لقفش قفش عنده التمريلات البينية خطيرة جدا يعني بص دي من وسط كام خمس ست لعبا انفراد بس حسام مستعجل قوي يعني حسام كان ممكن تبقى اهدى من كده حتى لو لمس واحدة او يسند ويحطها بس حسام اه النهاردة بيعتبر عشان ما بلعبش كتير مع الراجل برضو عايز يزبت نفسه اه واحدة من ثلاثة اه اه كان عايز يعني يجيب جلب عايز يجيب جلب كانت وفق كان بقى با هو كان مستعجل شوية لانه زي ما يكون في ايه عايز يزبت ان انا اقدر العب او انا اقدر ابدا ما تتعملش باليمين مرة واحدة على شمال ممكن تتعمل باليمين وممكن حتى سندة خفيفة جدا ومحط برضو او يرقص الجون ممكن زي ما كمشير بيقول يعني كذا حل بس هو مستعجل او في القرار اه يعني عملها ببرابة يعني هو افشة عملها له كويس او سهلة على اللعبة الواحدة باليمين زي ما انت بتقول انه كده على يمين على شمال على شمال ابو السعود زي ما كابتن شريف بيقول وقفها ممكن يرقص لحظة وسط احسن لحظة واحدة احسن 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 ايوة صح ايوة صح يا كابتن الباص بتاع افشة ضرب سبع لعيبة تلاتة في نصف ملع واربعة خط الضبوط بس برضو دي واحدة تانية حولك يا رحاجة ما التحرك زي التحرك ده هو اللي بيكبر هو اللي بيديل النساح ان انا فقط عجب دي بقى فاروق دي طلحها زي الله اعلم بقى انا معرف بس ايوة خلينا كده ممكن اللعبة من اولها بعد ازنى اللعبة من اول اخت اللعبة بتاع حسن اهي بصها كابتن بدت من اشرف دي من البداية برضو افشة حطها في الحتة طبعا دي برضو وفاخ فاخ العباء في حتة الفاضي اللعب يكبره ان هو يدهانه وده كريم في الحتة دي وخلاص بقى كريم حاجة نفسه في المكان ده اه بس هو لو خد خط هو ده شادي مش كده مين ده شادي شادي اللي على البعيد على البعيد شادي اللي على البعيد اه شادي ولا حسن اللي شالها من قدامه فاروقه نكامل ده حسام 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 كان لازم يروح الى الاولانية حسام حسن كان لازم يروح الى الاولانية حسام حسن لازم يختف تاني مرة ونثبتها هو شادي هو شادي اللي كان لأفروض يروح على الأولانية مش حسين شادي حسين بعيد شادي كان لازم يروح على الأولانية كان سبق فاروق أو زي ما وقف شادي كان لازم كريم يلعبها له ورا ما أنا أقول لك بالظبط لأن الكلام ده حصل أبلا كده مع كريم وشادي برضو كريم لعبها له ورا بس هي ملعوبة حلوة أوي هو برضو إتقان من فاروق أن تحط رجله أولا شادي مشاور لكريم وكريم شايفه لعبها له بقوة مناسبة وكانت جن هدف أكيد بس هو فاروق أتعامل معاها بصراحة يعني بقوية عدت من فوق رجل حسين حسين بقى هنا لازم بقى زي الفهد بس صعب عليه دي بقولك زي الفهد واخد خطه متأخرة سينك شايف كونها توصل فيه بم جول بس صعب لأن فاروق لما لمسها خلاص غيرت الاتجاه بعد ما تشوفها دلوقتي كنه بس بس هو كان سابق أو أو سابق أو كريم كان ممكن يلعبها لشادي زي الجول بس الزاوية قفلت عنده اه ايمن يا ريتي رجعها لنا من الأول ممكن رجعها من الأول بعد ذلك من الأول خالص كريم حيدوس عليها جوة اه ايها كترفش بها بس أنا عايزك بس بعد ما تيجي الفخر خليك أوقف بس ناشي أوقف بس بس أوقف هنا لا أوقف هنا ماشي اتفضل بص بقى النقطة دي كانت ديفينسي المقاولين بيتضر فيها بسهولة قوي بص التلاتة قلب الدفاع وقفين في مساحة ديه والباك رايت رايح يضغط على الراجل بتاع نص ملعب عمر السلائي وسهي في مساحة ديه لا السردباك جاي هنا الليفت باك لا السردباك قريب من هنا ولا هو مفروض يضغط لقدام كده هو مفروض يفضل في المساحة دي ايه بيخش ويقفلوا جوه قوي والباك بيطلع يلغط لقدام ففي مساحة كبيرة قوي بتتفتح ناحية كريم وطاير او الناحية التانية بس احنا معرفناش نستغلها في الشروط الأولاني جالنا فرص اسهل وقت كان ممكن نكسى فيه هو الشروط الأولاني بس الناحية المين بس الناحية المين شغالة عمارة دي ايه اقوى فعلا فعلا كتنا عادل فعلا الشروط الأولاني النهاردة من افضل اشواط النادي العلي برغم ان احنا كان عندنا حلم من التخوف بسبب اللعبة في التشكيل ولكن ايه الفرق بين الشروط الأولاني والاشواط التلاثة اللي بقى لا يعني هو الشروط الأولاني انت جات لك فرصة اكتر من فرصة لا نجيبها نجيبها تاني برضو معليش بعد ازنك فتستفادر كاتنا عاد بس عايزين نعلق على اللعبة انا كنت عايزة أعلق على اللعبة دي واللعبة اللي قابل ياره في الوقت الحالي في كرة القدم اللي بيروحوا من الطرف مبقاش رقم واحد عندهم لازم ينزل الكرة لتحت شوائي لاني مبقاش يلعبوا بالفرودة دي اللي انت عايز تكلم عليه كويس في الوقت الحالي الفرودة مفيش حد بيلعب اثنين فرودة دايما بيبقى فيه واحد متأخر وبيبقى فيه الطرف اليمين لو هي كرة في ناحية اليمين الطرف الشمال للفرقة بيدخل وبيدخل على الـ 18 بتبص تلاقي كل ما تشكس الأعلم زي الكرة دي بالزبط إنك إنت بتحطها لتحت علشان كده اللاعب المهاجم لازم يجي بطيء شوية علشان ياخد الخطوة بتاعته وياخد بس هيكت عايزة لفة أكثر من كده بس هو حطها كويس يعني فكر إن هو يحطها في القريبة بس هو في نقطة عايزة أقولها أحيانا التوجيه بيبقى أفضل من إنك تحط قوة قوي يعني يعني في كل الكور حتى بتاعت حسام اللي حطها اللي حطها الأولانية اللي فوق العرضة لو كان راحوا عملها برجله اليمين بالراحة كده كان ممكن إيه توجيه هي ثقة يعاوز بس هو شادي عمل دي كويسة معا أنا شايف إنها برضو صعبة شوية لإن جسمه ما كانش معدول بنسبة 100% جسمه معظمه كان برى الجول بس خد بالك يا تنقاي من النهاردة النادي الأهلي رغم إنه كان كويس الشوط الأولاني من وجهة نظر إنه ضيع أهداف كتير ها ضيع أهداف كتير لكن كل ده من عدلة اللاعبين وقفة اللاعبين يعني عايز أقولك حاجة حسام حسن مثلا لما جي من الطرف الشمال وقطع لجوه اشتغلها كجناح كحطها برجل من فوق لو هو وقفه من ماركنز حتى بص تلاقي فيه لغبطة لفرقة المقولين يعني فرقة المقولين وقفة غلط يعني بص الأربعة دولام ما فيش فكرة القدم كده خالص في الدنيا بسكي الحاجة التانية ها بسكي بعض احس اه كنت مقر بص اتنين وبعدين مع اتنين بعدين ترجع هنا مثلا بيجرور الكورة ويوسع الكورة وميبصين على الكورة محدش بص زمان كان يقولك الجيم رأبة الله رحمه الله كان يقولك الجيم رأبة إنك انت تسهل على نفسك ودلوقتي كمان الجيم رأبة وحس إنك انت تحس الرجل اللي جنبك أنت تقول للراجل يعني مثلا إن الوقفة دي بسكي تلاقي واحد واقف بشكل بيميل وبعدين المسافات بتبقى بعيدة عن بعض إنت لو لو وقفت الوقفة دي في المباريات الدولية في كاس العالم دلوقتي تلاقي المساحة ما بين الأول والتاني زي التاني والتالت زي التالت والرابع زي الرابع والتامس عشان الاختراق يا كابتن عشان الاختراق إنت كلما تقرب المسافة الاختراق بتاعتك تقل يعني إنت مثلا يقولك إيه إنت بتعمل سابورت الواحد هنا لو الكرة جات من النص اللي هيحصل هتلاقي اللي على الطرف اللي هو في اليمين أو في الشمال بيعرف في قطاعها بس أنا عايزة لك بل كرة دي برضو كبير معادي يعني عادي تكلم على بص تنظيم لعيبت النادي أه تنظيم الأربع عليك يعني بص الاربع اللي يجوبي بالزبط نفس الشيء برضو بالنسبة للتالت بتوع المقاولين النحية التانية زي معادل بيقول بص انت هنا مغطي اللي هو أحمد علاء مع أفشة ده تقريبا مفروض الطبيعي إن فاروق يبقى على خط أحمد والجوة شوية يعني يعني يبقى في العمق أحمد على عام العمق مش مفروض فاروق والسرد اتنين ستنين انت بسابقين مفروض فاروق يجي قريب هنا ويبقى في نفس خط أحمد علاء واللي هناك واللي هناك ويسيبه البعاد مش العكس بس هو الطبيعي اللي يحصل ليه من لعبت الأهل يا كابتن لما يستغل الفرصة التلاتة اللي هناك اللي لسه العلمة كانت محطوط عليها التلاتة اللي هناك بعيدة عن اللعبة خاصة بعيدة دولم نازل بعاد أيوة دولم التلاتة دولم أولا أول ما تلاقي الفرقة قدامك بتعمل كده يبقى الاختراق لازم يبقى من القلب طولي اللعبة طولي تلاقي اتنين من عندك من نادل آله حتى مين اللي هو على الأول واحد كده في النادل آله ده آفشة لازم ياخدك على الطرف اليمين خالص عشان يفضل المساحة دي كمان هي لو تلعبت من طريق فؤاد لآفشة كده ممكن يروحها على نكملها نكملها وبعدين نقف بعدين نقف بعدين سينية نكملها نقف هنا تاني اقف تاني بس هنا كنت هنا في مشكلة في لعيبة الآلف نص الملعب اللعيبة نص الملعب ليه واقف هنا تم تأمل يجروا من وراء افشة او الراس حربة تعالى كده خد السرعة متأخرين ليه او انت لو خدت التلاتة المساحة الفاضية التلاتة اللي وقفين ورا بعض دول حاجة كويسة او انت وقفتهم لو رياحه للرجل اللي جاي ده عادل وزي انت زي ما بتقول حصل انطلاق قطعي كده للطول هو و هي جاء لو واحد تو حتكون معمولة بسموه المشكلة ويقول ايه المشكلة عندنا في الناد الاهلي في الفترة دي او في المباراة دي ان لعبة النص الملعب كانت عندها تمركز ما بيروحوش على طول يمكن افشل الوحيد اللي كان مثلا لانه بطريقة لعبة او في مكانه بيروح يلعب تحت المهاجمين ايه ولكن انت لو لو جربت كتير قوي تجيب اللي جاي من تحت المساحات اللي هي بتبقى مفتوحة دي ويجي واحد يجنو رانجاري قطري او جاي لسرعات وياخد الكرة قدامه هتتعب اي فرقة مش هتتقاف لك مش هتتقاف لك بص الكرة دي كبتن عادل مسا برضو المساحات ما هي ما هو كبتن ايمن انت المشكلة انك ما تخليش الفرقة تنظم نفسها ايه دي اللي انت ايه بص عادل كمان ايمن لما تلعب اربعة اتنين تنية واحد افشا ليه بيطلع لبرة بص افشا طلع لبرة ليه افشا بيطلعش برة المربع الفاضي ده كله لازم افشا متوجب فيه كرة بتكبره يا مهر ساعات الكرة بتبقى جاية من انا انا حسب الشريحة اللي فيها كرة لو ايه بلاحة البقريت يبقى التحرك حيبقى قريب من البقريت لو التحرك من قلب الملعب حبقى انا جوه الملعب ممكن تجبها لنا من هو افشا الكرة اللي قابل دي الكرة اللي قابل دي بالظهر وعليش انا عايز ارد على دي كابتون ايمن مهمة ماشي افشا مكانه هو افشا جيان عشان يستلم لحظة كابتون ايمن اهم حاجة في افشا انا يعني انا كمان انا زعلان من افشا انه بيعمل كده اولا افشا المفترض انه ميسلمش نفسه بالمال المكان الوحيد اللي فاضي في وسلملعب لما بتلعب اربعة اتنين تلاتة واحد اللي هو التالت ده ليه لاني مين اللي هيمسكه هل السردبكات ولا هل نص الملعب واحد من الاتنين انت ولا تقرب من نص الملعب ولا تقرب من السردبكات ولا تخط نفسك من السردبكات العب ما بين الاتنين هتبقى فاضي تاخد الدياجون اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الجري الكتري ممكن تاخده علشان كده من افضل الحاجات لللاعب التالت ده انه هو اللي بينزل وينزل ديفندر تاني في كرة واحد من الاتنين اللي في القلب ده اللي كان بيعملها مين السولية السولية ممكن يعملها اكتر من حمد فتحه واكتر من ديانج كمان السولية ممكن يروح ويشتغل فيها او يلعب واحد زي افشا لما لاحب كتان ديفندر وواحد يلعب تحت الرأس حربه ممكن هو اللي يروح ممكن نجيبها تاني الكرة اللي قبل دي عارف الفضل اللي في وسلم نكمل بقى نكمل نكمل تاني نكمل تاني لا اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها الحتة جمفضت عشان بس الحتة الفضية اللي هو كابتن مار بيتكلم عليه وكابتن عادت وجود افشا في المكان ده مش دي اللي قبلها مش لازم يبقى افشا كابتن مار عن اللي أنا عايزة اقوله لك بكون حد من الاتنين الديفندر اطلع فيها اخيانا عايزة اقولك كابتن مار دلوقتي اللي هي مركزية في الكرة في كرة القدب انت بتلعب في 30 متر 20 متر هي نفوز اتنين بيبقوا نفوز يعني الحتة الفاضية دي ما فيش حد تتخرج فيها في التالت الأخير مش لازم اسمك انت مين انت ممكن تكون سرد باك والكورة حكمتك انك تروح تجيب جون انا مش همدي فاتح انا مش همدي فاتح انا مش همدي جيب معناه زي 3 جوار ايوه قدامنا الحاجات اللي تحسب للرجل ده الكسافة العدادية للعب الهجوم في كل الماتشات اللي فاتح صحيح بصراحة يعني ان احنا كان عندنا مشاكل في الحتة دي مصبوط الراجل دلوقتي اه الراجل دلوقتي عنده عنده من الجرأة وضح حطها في اللعيبة كسافة العدادية الكسافة العدادية دلوقتي بتلاقي حوالي 6-7 لعيبة من لبسين احمر قريبين من التلت الهجومي صحيح ودخل من التلت الهجومي ومنظمين مصبوط هتلاقي مثلا المسافة اللي بينهم ومن بعض هتلاقي مثلا عشر عشر لردب بين كل لعيب ولعيبين بس انا اتمنى منه انه الفترة اللي جاية هيلعب مطشاة دوري بقى متوصلة بعد على طول على طول يعني اتمنى انه طريقة اللعب احيانا كتير قوي تبقى فيها عاوز ايه عايز اقول فيها يعني مرونة شوية علشان الفرق لان الفرق هتقابلك هم عارفوا ان انت خلاص بتلعب اربعة اثنين ثلاثة واحد وهيمسكوا مفتاحك الزاوية يعني لازم يبقى فيه يعني حتة مرونة في التاكتيك شوية مرونة ولا حلول اصدق حلول كتير يعني خصصا في نوع الهجومية يعني انا عزو اقول لك كابتن ايمان احيانا احنا بناختق كتير او نقول ان احنا بنلعب اربعة اثنين ثلاثة واحد مش احنا كالعلي انا بكلمك على اي اي حد بيتكلم على الكرة يعني احنا بنتكلم ان ما فيش في الكرة كده ده سيستم انت بتلعب اربعة اثنين ثلاثة واحد لكن بتهاجم ممكن تهاجم بالتلاتة خمسة اااااو ستة لعيبة وممكن تهاجم بسبعة لعيبة وانت بتدافع امتى انت بتدافع وانت خسران ول لو انت بتدافع وانت عايز تعمل المرتدة ول انت بتدافع لشان الوقت خلاص كلس ما انت ممكن تلعب العشرة تحت الكرة يعني انت اسلوب لعبك آه ثلاثة خمسة اثنين وانت بتلاي المصمى بتاعنا اربعة اتنين تلاتة راح لما التنفيذي احراز اهدافه كمينة هو تلاتة بتتغيى. بس انا عايزة كامل على بعيد الحاجة كامل. ولما بيبقى كريم في ناحية اليمين. الراجل عنده من الافكار ومن الحلول كتير خصوصا في النواحي الهجومية. ولكن بتفرق معاك حاجة واحدة بس انك تجيب جول بادري. ده اللي بيفرق معاه. وده اللي فرق معاه في المدسطات اللي قبل للتواق. اكيد احنا اتفقنا كتير يا كابتن ايمن على كلمة احنا مكناش شاب كده من رؤب العدد. بس لو قدت جبت زي ما وحضرك قلتلي. لو قدت جبت جول بدري النهاردة كان فرق معنا. انا متفق معك كتير جدا في الامر ده لان البلان التاني بتاع الفرق الاخر ما بتبقاش موجودة. انت كل اللي بيلعب النادي الاهل عنده البلان ايه? خلاص. لو 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 راح لو انت جبت الجول بدري انت عاوز هو يغير. مش هيغير. هيفضل معك غاية الاخر. صح. وفي الاخر ممكن يغير تجيب جول ولا اتنين وثلاثة. يكون البدري ده مهم جدا للنادي الاهل. والفرق الكبير. مبروك لجماهير نادي الاهلي. مبروك فرت نادي الاهلي. مبروك مجلس دورة النادي الاهلي. احنا لسه مكملين. ولكن الفترة اللي جاية فترة صعبة. عندنا يوم الجمعة كابتن مهر. ماتش صعب جدا ما اعتراع جيش في الدوري. دوري وما ادراك ما ادراك ما ادراك. انا الدوري خسرين اخر سنتين. البطولة. طبعا بفعل فاعل طبعا. فالتحضيرات بتبقى مختلفة. انت عايز تكمل. انت ااخد العلامات كاملة تلات ماتشات اللي فاتوا. ماتش اللي جاي ماتش صعب. وخصوصا لو لو كمان. الغيابات دي فضلت معنا حد ماتش اللي جاي. ان شاء الله يرجعوا. لا ان شاء الله يرجعوا بإذن الله. عايز عالي معلول يرجعوا بتونس بسرعة. اه. لا لا مش عايز تونس تكسب وتلعب. محمد اشرف اي. محمد اشرف دي. احنا بنتكلم على الاماكن يعني اللي هي. مؤسرة. ازاي مسلا. عودة محمد عبد المنعم لمكاني. في قلب الدفاع. يفرق معنا بشكل كبير جدا. ينجا هو لما بدأ الشوط التاني. يبقى موجود برضك بشكل بشكل ايجابي. الحتة القدامانية. مهمة جدا بدك نلاقي فيها العناصر اللي فيها ثبات في التشكيل ان شاء الله. وبإذن الله بإذن الله ربنا يكمني يا رب. بس برضو انا كنت عايز سألك سؤال انت وكابتن وكابتن. على الكلام اللي قاله الكابتن عادل. احيانا فكر المدير الفني بيتغير في ماتشات الكاز. ولكن الماتش اللي جاي ماتش داول. ممكن يبقى فيه برضو التغييرات دية شوية. لا اكيد اكيد حيرجع للمجموعة. مخراس ما هو الطام من الشوط التاني على المجموعة اللي هو عضافها. اللي فيها هسابات اللي بدأت ماتشات الدوري وماتشات افريقيا. فلازم مهم جدا ان كنت تبدأ برضو بالقوة ضاربة بنسبالك. مباراة طلاع الجيش. لان هي منها طبعا تلت نقاط. لان كل ما بتكسب مباراة بتديلك ثقة لمباراة اللي بعديها. فانا شايف حيبقى التشكيلة يعني حيبقى معظم العناصر اللي موجودة. زي كان حمد فتح موجود في بلعب مع ديانج. لو السلية اللي يقدر في حاجة. محمد بنم عاودته مرة تاني. كله موجودة مهر. كله بيدي لكم. كله بيسلم لكل. ده بيلعب 45 وده بيلعب 45. في حالة الاستشفى اللي احنا فيها. وحالة الراحة. من حالة الراحة دي برضو هي اللي بتجبرك على التغييرات دي وتجبرك على الشكل اللي احنا شفناه النهاردة. بس فيه تغييرات فيه تغييرات هو ملوش ضعبية يعني الراجل يعني يعني الفجود خط الضهر كله بالكامل. مش موجود. ده ده وضع اضطراري يعني. انا كنت بتلعب بهذا الاسلوب. وقده. وقده كويس جدا محمد ياني. محمد النهاردة قده في المكان ده. وقده في الطرف لما بيتعث النيا. ولكن المسعف دائما كريم فؤاد يعني. اه ما كنت لسا هكلمك على كريم فؤاد في التلت الهجومي بقى. الراجل اه. في ايه. يا كابتر. كريم فؤاد احنا في الوضع ده قلنا فيه في اول مباراة. اه قلنا لازم لازم يت. يطلع. يا عيمن لازم يحافظ عليه في الحتة. بص يا عيمن انت لما بتلعب حد في مكان. وبيجيت فيه بتقلق. سيبه في المكان ده. سيبه. لا ما بيكونش مش موفق حاجة تانية. لكن هو ماشي. الامور ماشية معاه. يعني حتى الشطة اللي شطها. ما تقدرش تقول عليها قوية جدا. ولا صعبة جدا. بس حتى هو التوفيق معها. اه. يعني. احساسه. اه. الماتش اللي فات جاب جنين. وجون ما تحسبش. النهاردة شطة. انا قلت لك الراجل قال لي. مش بال. مش بالقوة. اه. يا عسامة الراجل قال لي يعني كريم فؤاد. اه. علعبه في اي حتة مع اه. علعبه في اي حتة. ماشي. الا حرس المرة. بس هو خطر زي ما قوله اسامة. هو ماشي في الجزء الامور ماشي كويس. يا ايمن. انا مش بتكلم اني كريم ما يقدرش يلعب بكرايت. او يقدر يلعب مكلف. ما هو حتى في امبي بيلعب في كل الاماكن دي. بس انا بتكلم انت بتديت تلعبه في الجناح. ومتفوق. حتى لو فيه نفسين لي يا سيدي هو اللي ماشي دلوقت. ما بعنديش مشكلة ان انا لعبه. صح. انت فاهم. لغاية لما اه. حد يبقى احسن منه. فانا ما اصده ايه. ما تكسر. ما كسرش حظه. يعني. يعني. خلاص هو ماشي ومتقلق في المكان ده. خليه. دي. دي وجهة نظر الشخصية. لكن هي. كلها افكار. والنادي الاهلي عنده قدرات لعيبة كتير. بتقدر تلعب في اكتر من مكان. وحاجة حلوة جدا. زي ما كابتن شريف بيقول. لما بيكون عند المدير الفني لعيبة. بتعرف تلعب في اكتر من مكان. دي ميزة. ولكن. زي ما كابتن مار ارد برضو قال. ما تجيبش الباكي اليمين. اللعبه باكي شمال. مش عاف. ماشي. في الظروف الترارية يمكن. لكن. طالما في مكان. انا متقلق فيه. وماشي معي. كورة. خلاص. خلينا كم. اه. اه. دي وجهة نظر. بس انت مجيبش عالسؤالي اللي فات خلي بالك. انا ماشيتها لحد ما نخلق. الفرق ما بين الشرط الاول والاشرط التلاتة اللي بال. لا. يعني انا قلت لك بس اسأل السؤال بتاع ده الاول. هو اللعيب الجوكر. زي كريم فؤاد. افضله انه يبدأ ولا يفضل معك على لديك. لا يبدأ الراجل ماشي وزي ما قالك. احنا قلنا قبل كده يا عادل قلنا ايه. فاكر لما قلنا كريم هيجربه في البتاع ده. لو ممشيش هنالك. نعرف نبقى اساسي ولا مش اساسي. الراجل اللعب ومشي متفوخ وجاب جنين وجاب اه. عارف تلات جوان ما حسبش الجنة التالت. داي. وعمل حركة. في الطرف ما كانتش معمولة في ماتشات كتيرة جدا من اللعيبة تاني. راجل كان عايز يا اسامة الراجل كان عايز حد في المنطقة دي. بس هو للأسف في اللعيب الجوكر يا كابتن. مش قادي. هو كان عايز حد سيبك من كريم او اي عادل. هو راجل كان عايز حد في المكان ده. في المواصفات دي. يؤدي. 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 زي ما انت قلت يا اسامة مشت مع مين. احساس المكان مع مين. كريم. ايه اللي مخلي كريم كويس. شبابه سرعته. الحالة البتانية اللي فيه. بينفس كويس جدا. عنده وقية في العرضيات. وعنده ثقة. يا كابتن. حد لعبه على الجون. الماتش فات ثلاثة. النهاردة الجون هو اللي جايبه. فيعني حد. يلعب كابتن. يلعب. 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 لا يبلع. لا يبلع. لا يبلع. بحش مدرب في الدنيا بالدقاء. ليه? ليه? عشان هو جوكر. ما فيش عاكس معك. عارف ليه? طب استنع. لاحظة. 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 هو تخطى ثلاث مدربين بالفكرة دي. ماتش الزملك السوبر. لما كان اكرم موجود. وهيبقى طاهر محمد طاهر ماشي كويس في ناحية المين. هيبدأ بمين؟. اللي احسن فيهم. افرد انا كريم نزلت تفوقت على طاهر. عارف لا ليه? او طاهر بقى درعب ناحية الشمال. عارف لا ليه? لصالح المدرب. هو دائما الجوكر بيبقى لصالح الفرقة. اكتر من نفسه. انا ضمن كريم فؤاد دلوقتي انه بينزل يبقى كويس. يبقى هو المحطة التانية. يبقى انا اتجرب الرجل الاساسي اللي عنده. اللي بيلعب اساسي. وبعدين. افرد او تفوق على الاساسي. مش هي لعب. انت عندك شك. انا اقوله على حاجة بس. لا. يبقى اكرم توفيق. اكرم توفيق. اكرم توفيق. اكرم توفيق. اكرم توفيق. مضمنو اكتر. اه? الرد على سؤال. اي من اقشف. اكرم. اه. الرد على سؤال. اكرم توفيق. في المكان ده. لما يرجع. معاه كريم فؤاد قدامه. اي. اي رأيك في المنطقة دي. قدامه. قدامه. صح. قدامه. اه. كان طاهر محمد طاهر وطاهر محمد طاهر فعدلته نحro الشمال عبدالآدر اي حد يجي لا 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 يا كبتن شريف يا كبتن شريف يا كبتن شريف بس سريعة بس لا هقول بس كبتن شريف انا هايز اقول لك حاجة هو انا دلوقتي لعبت كريم فؤاد وتفوق على مسلا طاهر وحمد عبدالآد وحمد عبدالدل مش موفى ما يلعب طار نحن شبال يلعب احنا مع بعض الفترة اللي جاي ان شاء الله هتلاقي اصله اصل دي حاجة جميلة للمدرب ما يقدرش يغيرها ده اسلوب يعني بمعنى ان المدرب طول الوقت ما بيصدق انه عنده لاعب زي كريم فؤاد بيقدر ينزل يغير له النتيجة فليه هو يعني يبوز وليه اخر ما هو ما تبهو ما هو حتى لما بيستعمله كجوكر ما النهارده لعبوا في الزي ايمان ولما احتاجوا في الجناح لعبوا في الجناح ده من القوة ضربة ان القوة كريم فؤادة في المنطقة دي النهارده النهارده احنا اتفاني على انه بيقدر المباراة بشكل اخر يعني هو ما بدأش يلعب بالاساسيين في الاول احنا هنتكلم في الفترة اللي جاية لما نيجي هنلعب مباريات الدوري والمباريات الصعبة هتبص يتلاقي هو مقتنع طاهر محمد طارف في الحتة دي يا كبت الماهن يا كبت الماهن اي مدير فني سواء مصري اجنابي هندي اي حد من اي قارة لو انا حتى عندي واحد كان احتياطي ولعبته ولعبته وتفوق على الاساسي والاساسي اعقل لا 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 loose هنرح نتبص للمؤتمر الساحق واننرجع مرتين ترجمة نانسي قنقر وحفظوا كل مهم أن نحن نتأهل النهارد وهموا تصمعوا كلامي ويتأهلوا بالضربات الجزاء ويتأهلوا فقد ذلك الهتفال كان حقاً وكان لهم مهور ويعطيننا سوف يحاولون مفهور أكثر من المعارضة ومعنا أكثر من المعارضة ومعنا أعطينا جيدا وهموا بفعل ذلك حاولنا المطشي للأسف هم تجرينا أننا المطشي فيه تصرع وفيه الهواجة زي ما هو بيقول في البساط في التمرير حاولنا أننا نلعب الكرة بتاعتنا لكن المنافس كان واقف متأخر جدا قفل كويس جدا وراء وقفل علينا المساحات صعب علينا الأمور أنا النهاردة كمان عملت تغييرات في التشكيل وده لأن إحنا داخلين على ضغط المطشات كتير جدا الفترة اللي جاية وأنا مش عايز أخصر لعيبة فلازم حافظ عليهم فبدأت في عملية تدوير أنا معدارش أن أنا ألعب كل مطش مع الضغط المطشات اللي جاي ألعب بنفسي بتشكيل كل مبارا فمهم جدا فكرة التدوير عندي وانا بدأت دامن فكرة التدوير بدأتها من أول النهاردة والحمد لله إن إحنا في الآخر كسبنا وعدنا المرحلة الجاية في البطولة وده أهم حاجة وانا بدأت دامن فكرة التدوير عن طريق التدوير عن طريق التدوير عن طريق التدوير عن طريق التدوير كمان عنا عندنا كان في لعيبة مصابة برجحة بالتدريج ما برجعوش مرة واحدة ده بيقى بسبب تغييرات كتير وانا بتمنى طوان إن كل الإصابات تنتهي عشان يبعاندي كل لعيبة معايا فشكلف واللحلsociتز عن الأعليم أسمان على مسؤال الجاية الفيال الآخر إن你的 مواقع للحزن الهل efforts التدوير من الآخرية والي الأحلي هنت على brincس وعندما يهمك يساعدنا أكرباء وعدها في الأسفل كانت تقلل مع توقيت المتعدي وكانت تقلل مع توقيت المتعادة وعندما يشغل الأكرام كفاء حيث أنه في الأسفل لا يشغل فيها فرشًا ولكن يحتاج إلى الأمور لعبارة لتحدث لكن أن يكون يكون الأسفل في الأسفل أربع أسابيع راحة بتحتاج وقت عشان الواحد يدخل في رتم المطشات تاني ورتم الفرقة يبدأ يرجع زي ما احنا هنا وانا مبسوط ان ده حصل ومبسوط من التوقف ومبسوط ان المطش مش بالشكل ده عشان اللعبة كمان تعرف ان الكرة بتاعتنا لما بتتنفس ما بتتعملش انه ربط الصعب عليهم فده درس لهم ودرس للناس انها تعرف عشان نلعب كرتنا النتيجة هتبقى ازاي أكرم كان جات له اصابة روباط صليبي اول السنة هو رجع بسرعة جدا رجع بعد ست شهور ونص بس دي فترة قياسية كان ذلك يزال في بنقتل التعرف وانا مبسوط فلانا رجع بعد ستونه كان بس انتص يبدأ معنا قلل مطشات وابند تزال معنا انتصار للمطشات للمطشات الإساسي مطش كامل وكان رجع name ليس بلاد مطشات لا يساعد المطشت هل هذا جيد؟ عندما يجب أن يتعلم أن يتعلم أنه يتصاب أو أي شيء؟ بحكم ما أصساب بكم معظلات التماضية التي يسولىRI برج 경دة فيق indigenousكس نحن على السيقاف وعلى كثير من النظر وأنا ج preciousبورنا أن يكون قول كليلا جميع المعادة هناك تعليق الانصب إنها protocol تقليلا سؤال يا يعني تأثق ذلك من الأشخاص في دائما هم عن الكبير الأخطات الذي هي الأمين همين Afghanي في شنا Wright الأخطات وشكرا لدينا مسؤولة في الحالية وآتسمت كلها البداية وشاهده وشاهده وليسواهم لدينا دفعا في المنزل مثل الى التالي واني كثيرا هو القرابة ويالتحدث عن الأمر هو قد أتتعلم حيث أنه تتعلم أنت بحاولة إلى قرابة وكيف حيث عن القرابة؟ وطبعا عادة أو عامة لما يبقى بتلاعب فرقة بتدافع بعشرة وقفين في الثمانتاشر أو في المنطقة الخلفية تبقى الأمور صعبة وده بي صعب على أي مهاجم في شط أولين كان عندنا فرصين ثلاثة خطر جدا وده الهدف بتاعنا أن أنت بتجيب جون مع فرقة زي دي في الأول مع فرقة لازم تخش المطش بيتسهل عليك لأن الفرقة بتبدأ أنها عايزة تهاجم بتفك دفعاتها شوية فالمطش بيسهل إحنا ضيعنا الثلاث فرص المفروض هما المفتاح للمباراة فالمطش بدأ يبقى أصعب وإحنا بس إحنا كمان شايفين في مطشط كاس العالم الفرقة اللي بتلعب بالطريقة الدفاعية المضغوطة اللي مساحات فيها دايقة المطشط بتطلع بالنتيجة قليلة لأن طول ما أنت بتدفع بالشكل ده بيقى فيه صعوبات لو أنت ما جبتش جون بدري المطش لازم هتصعب عليك هي دايما مفتاح المطشط دي هي الجون البدري اللي بيفتح لك المطش سيدة مطشط بيسهل لنصب تحصب عليك مطشط دي هي الجون البدري اللي بإحنا المطشط ولكن مطشط دي لغاية لأن الشيط دي لغاية لكن المطشط دي لغاية دي لغاية مطشط التحلش بيسهل مية في المية بحيث ان هو يبدأ يلعب معاين مانا يا أطلق أن يزال تريد أن في المؤسسات الأخرى من ما يمتلك فيها ولكن سيغ Sandwich في فرق كالو Ivanka في السبابة الأخرى كم هذه السنة لديك في حالات عبر تنكسس منين أن يكون متى الجنس من الناس فقط في الوحوانو can 30 سنوات أكمل التعالي أكثر ما يجوز من أفاولين أجل 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 مع cualنا أجل و الأجل و له قلوب النجيل سيحة لكي أتكون الوحوانيا مع المستقرة كنت ترفعنا نعم كي أجل المستقرة تحانا باستخدش أجل من الإتنسية يجب من تلك الماضية معك أنقص لنعبك في المرانب من تتعرضنا البجر حيث نفسه كانت نفسها ولكننا لدينا أيضا المعبار واننا نعرف على مطافة جدا، أنه أننا avait سبيلات والذي 있다고 أعطبها ويقل أنهم يكون هكذا عندما يكون أخبرها الأسامة من البشر التي نحن فقط ويقوم بشكل م Wheel أيضا في الأشب والأسامات كماحنا نحن بأسامات تستطيع الأعريب فيها لعبة كبيرة ولعبة كويسة وأنا دايما الفكرة الأساسية اللي بقى حاطتها دايما في دماغي أنا ما بجيبش لعبة وخلاص أنا لازم أكون بجيب لعب يكون أفضل من اللي عندي فأنا لازم أشوف حد يزودني مش كمالة عدد وخلاص أو صفقة والسلام إلا اللاعبية الصغيرة دي اللي أنا ممكن أن أنا ببقى شايف لعب أنه هو عنده موهبة عنده حاجة قادر أن أنا أجيبه يلعب معنا أجهزه الآن أنه كنت بجيبه 등ار لكن كنت نجهز قادر مثل سابقا ي supplemental Pakل القريب ي ترة أجهزه بال 1991 أنا أكتب thing أجهزه للأحيد أنا أشهزه لիجJohn ẫn تعاني جديد بالله انه لا hacerlo?, أيضاما أنهكن من التالي ربيع ربيع سابقًا وقاريم فلعيني الأشياء في الوقت الحديث أجل أنه كان سهلس جزء جدا ثانية ، كما يشحون الألف الميادة وهذا ما أدفع في رجل المنشخصية لم تكن هم تتعيز في رجل مقرحة يجعل أي تلك مقرحة اذا فعلت هذه الفدر إلى إدفتها لذلك فعلت شحاد والحسين ليس للمشخصية لأنهم لا يحقوا بأكل مثل المناق lang هل تعرفين شحاد وابد الأدرغم ما تعرفون من أنهم bye حسناً كما نحن عنه حسناً لا أعرف كما نحن عنه تحب بشكل صحيح وحسناً 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 من وحسناً وحسناً لكن حسناً حسناً ما قد أعطيك تحب بشكل صحيح من ناحية الكامل دي الحاجة الوحيدة اللي مثلا ناقص دقتين ممكن افكر في حاجة زي او بالطريقة دي لكن لكن انا ببدأ الشوت الثالث في مثلا حد اتصاب حد عنده اصاب عضلية او حاجة مش هغير واحد وحط واحد في مركز غلط عشان خاطر بفكر في ضربات الجزاء انا بفكر ان انا خلاص الماتش في وقته واحنا بنتمارع ضربات الجزاء في التمرين وانا كان عندي احساس بالثقة في كل اللعيبة اللي شاطت واللي كمان كانوا لسه هيشوته بالنسبة للشيط الجزء الاولاني من السؤال في الماتش الجاي لو انا متردد في حاجة زي كده انا هتصل بحضرتك تقول لي التشكيل ولزمك به قدام الناس لو في اي حاجة انت المسؤول تقول لي ان تبقى انت ضامن لي ان التشكيل ده هو الصح دائما بعض الماتش كله بيخبراء عارف ايه الصح ويقول لنا لكونا نحبنا ده او لكونا نحبنا ده كان حتي بقى احسن وفي دائما كان عليك تقول بايما كان انا بس تعالى كروي بقف الان انت ضربات الجزء وانا في محتجات الشيط انا بس تعالى كروي بالقف الانتسابي تسد في في الحاجة كروي بزرامي وانا بقف الانتسابي في البداية الموسم مع افريقيا في فاتو ماتشين وبعدين في التمرين قاتلوا إصابة في الضلوع في التمرين وقعد فترة ما بيتمرنش بسبب الإصابة دي فما كانتش قعد فترة ما بيتمرنش صح معنا كويس فما كانتش عنده فترة يتمرن نفس التمرين اللي نشافه حد ناس تانيين بحيث أنه يأخذ الرتم بتاعنا يأخذ أفكاري يقدر يطبقها كان راميو ناقصه شوية بسبب الإصابات وبسبب الإقاف الحصر في عوالموسم غير كده ده كان السبب يا طبعا بتبقى بالنسبة لنا نحن كمدربين الحمد لله نحن نشوف اللعيبة كل يوم في التمرين فبنتقدر نحكم لكن أنت وعيني الناس اللي بره ما بتشوفش كل حاجة في التمرين فبتقدر نحن أحكامها تبقى مختلفة شوية عندما ستبقى شفاء وانه نشوف وانه يتبقى أصابه لحيث أنه مختلفة شوية لعضائه لعضاء نحن قدر يتعلق بسبب مختلفة شوية كمتظيم sécurité لكاته وانه يتعاكم تو أعرفه لكما من ستبقى ستبقى من الإصابات باكراي وفجأة اكتشفت ان هو بينفع يلعب في مركز تاني احنا عندنا لعبة كتير بتلعب بتلعب في مركز تسعة اللي هو مركز المهاجم ان فيه شريف فيه شادي فيه بيرسي كمان ممكن نلعب في مهاجم صريح وانا جربته في المركز ده في التمرين كتير وبصراحة في التمرين بيقدي بشكل كويس جدا شكرا شكرا طبعنا اللي قاله ميستر كولر ومن ضمن الكلام اللي هو قاله هو اهم الحاجات للنقاط اللي هو اتكلم فيها حتة ان احنا حققنا الهدف من مباراة اليوم فيه لعيبة كتير انا بشوفها وبجهزها عشان الفترة اللي جاي فيه لعيبة ملعبتاش عشان انا مش عايز اخسارها في الفترة اللي جاية اللي هي فيها مباريات كل اربع تيام الفترة اللي جاية فترة مضغوطة وهو على فكرة يعني ميستر كولر بيبص للامور بطريقة عملية شوية بس مع التصريحات النتيجة خدمته طبعا ومع تصريحاته دي هو بقال فكره ايه قبل المباراة ففكره قبل المباراة ان الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا فترة كل اربع خمس تيام مباراة مش عايز يخسر حد عايز يجهز كل اللعيبة والمهم في الاخر ان الهدف تحقق الف ببروك للنادي الاهلي وجماهيره هنروح لفاصل ونرجع نستقبل كابتن ناصر عباس خبرنا التحكيم للكلام بقى عن الحالات التحكمية اللي ظهرت النهاردة والمقارنة مع حكام كاس العالم والوقت بدل الضاءة نروح لفاصل نرجع نستقبل كابتن ناصر عباس